فبعد هذا المشهد الكئيب في الساحة السودانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكربو تنجلي هذه الغمة نعود لمشهد أكثر إسعاداً وهو المشهد الإعلامي الذي ساهم في نصرة أهل غزة يعني هو طبعاً الإعلام الغربي بشكل عام الإعلام المينستريم اللي هو تيار العام للأسف ما زال متحاملاً وإن كان أرغم على أن يتعامل مع الأمر وأن يغطيه إلى حد ما لكن خارج هذا الإطار المتحامل تاريخياً حتى على العروبة والإسلام وعلى قضية فلسطين الآن هناك إعلام حر تضرب به نماذج الحقيقة الآن حتى الناس بيتكلموا بيجروا مقارنات بين شخص مثل وائل الدحدوح يعني الله يعينه ويتقبل أهله جميعاً مع الشهداء وبين الإعلاميين الغربيين الذين في مقاعدهم الوثيرة وستوديوهاتهم الدافئة وحالة الأمن والطمأنينة التي يتناعمون بها يتنافسون في خدمة مصالحهم ومصالح الكيان الصهيوني على حساب الحق والحقيقة بينما مراسلوا الجزيرة ومراسلوا القنوات الأخرى من أهل الغزة لأن معظم المراسلين في أهل الغزة هم من أهل بلد نفسه نفس البلد ما فيش مراسلين أجانب موجودين المراسلون الأجانب الذين يدخلون إلى قطاع غزة يدخلون مع الجيش الإسرائيلي بسموهم إمبدد يعني إيش بالنساء؟ متضمن يعني يعني في التخت تبع الترجمة الحرفية يعني في التخت الصهيوني لكن بدأت بدأ الناس في وسائل الإعلام المستقلة أو في السوشال ميديا يجرون هذه المقارنات حقيقة ومن المقارنات التي أجريت أيضا مؤخرا مقابلة محمد الحوثي مع تلفزيون البي بي سي العربي ورجيكي في أن مضيعة البي بي سي تريد أن تنال منه وتريد أن تضع في خانة ضيقة وكيف هو صاحب الحق يتمكن من أن يرد عليها بكلمات محدودة ومختضبة ويلجمها يتمكن من إلجامها في معركة كبيرة جدا وهائلة تدور الآن في ساحة الإعلام وأصبح لها أبطال والناس يعني يتناقلون هذه المقاطع ويتحدثون عنها الأزمات تصنع الأبطال وتظهر أصحاب الخوار واليوم فعلا هذه القضية اليوم الناس منتبهة إلى أنه عبر عقود من الزمن أصبح كثير من المقدمين من المحاورين أصبحوا نجوم أصبحوا يدعون إلى لقاءات ضخمة وأصبح يعني يتقاضون مرتبات عالية وأصبحوا نجوم حقيقيين وأصبحوا يعني الناس تتشبه بهم وأصبحوا رموز وأصبحوا ثم تأتي قضية واضحة للعيان واضحة للصغير قبل الكبير مثل غزة فهذا الذي كان يحترم ويقدر فإذا به يروج لأكاذيب أو هو ضعيف جدا أمام حجة إنسان يملك إلى أشخاص الحقيقة سقطوا منصات كاملة سقطت اليوم حقيقة ظاهرة العزوف عن المينستريم ميديا كما نسمي البي بي سي والسي أنان وهكذا من هذه المحطات هذه هذه ظاهرة واسعة لمن اليوم مثلا الشباب اللي عمره إلى يعني دون الخمس وثلاثين سنة يقال أنه أكثر من ثمانية وستين بالمئة من عنده يتلقى معلوماته ويتلقى الأخبار من إما تيك توك أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي وما شابه بمعنى أنه عزف عن المنصات التقليدية هذا الحقيقة أنا باعتقاد لتغير كبير وهذا بسبب الأزمة الحاصلة يعني الإعلام الغربي بدأ يحاول يعني يتلمس وهذا القطر الذي أصابه خلاقيا ومهنيا فيسعى إلى بعض الأساليب الملتوية التي لم نعهدها في هذه المهنة العريقة مثل السيانان مثلا التي تفرض على كل التقارير التي يتعلق بغزة وفلسطين أو إسرائيل كل التقارير والأخبار والقصص أن تمر عبر مكتب سيانان في القدس نعم وهذا هو الذي يوافر رقابة إسرائيلية نعم هو رقابة والسيانان للأسف هم اختاروا شخص من الداخل على أساس أنه إعلامي إسرائيلي لكن كان يخدم في الجيش الإسرائيلي وكلهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي كما نعلم لكن هذا أقصد السقوط الأوسع وهذا يؤشر إلى أن وسائل الإعلام العالمية المينستري ميديا بدأت تدرك أنها تفقد مصدقياتها والمهنية والأخلاقية تلجأ إلى هذه الأسليب البلتوية وأيضا هناك مثل آخر هناك المليونير البليونير الأمريكي الذي كان وراء إقصاء رئيسة جامعة هارفود وزوجته بحجة وزوجته تهمت بنفس التهمة التي تهمت فيها رئيسة جامعة هارفود كتب مقال في بيزنس انسايدر وهي مؤسسة تتبع لأحدى الشركات الألمانية عن زوجة هذا البليونير التي تهمت بنفس التهمة وشن حملة طويلة عريضة ويقول بالحرف سيحاول أن يفلس هذه المؤسسة هو أراد أن يتخلص من رئيسة الجامعة فاتهمها بأنها تزور زوجته فيما بعد ثبت أنها هي التي زورت سقطة هدرية سما أقصد رغم التضييق الذي يحصل الآن لكنه يكشف أيضا عن مدى شعورهم بسقوط الأخلاقي والمهني هم عقلية العصابة عصابة المافيا بس أكو أكو شيء أنتم لاحظين أنه يعني هناك حالة اليوم يعني مرة ثانية بسبب غزة بسبب غزة فيه أصبح نوع من التباين الواضح للصفوف الذين هم مع الاستعباد الذين هم مع الاحتلال الذين هم مع الكيان الصهيوني والذين هم على الضد أصبحت الصفوف متمايزة هذا من تبعات أنا شعوري أنه الناس أصبحت لا تستحي أصبحت لا تخجل أصبح ما يعني عادي جدا أنه المقدم الذي ذكر شيئا ثم يعود ويعني يتكلم بكل بجاحة ولا كأنما هو كذب على الناس قبلها بأيام البارحة وليس فقط الأمر مقتصر على ناحية الإعلامية على المجال الإعلامي صار يومين لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني تسائل وزير الخارجية البريطاني الذي هو لورد كامران الذي كان رئيس وزراء سابق صار لورد ليش لأنه لا يمكن أن يكون عضو في مجلس الوزراء وهو ليس عضو برلمان فأقاموا له مراسيم حتى نصبوه لورد حتى يستطيع أن يخدم كوزير خارجية وبالمناسبة أنا شخصيا أعتقد أنه كامران من بين مجلس الوزراء ربما من أفضل لهم أقل سوء أقل سوء هكذا نعم تخيلوا صار يومين واللجنة العلاقات البرلمان المكلفة بمسائلة العكومة في وحدة من هذه الماسكة كامران وتسألة تقول له أنت كوزير خارجية هل ترى أن إسرائيل من خلال قطعها الماء والطعام والغذاء والحاجات الأساسية قد خالفت القانون الدولي؟ لا يرفض أن يجيب يقول لها أنا لست محاميا تقول له أنا أدري أنك لست محاميا أنت وزير أنت وزير خارجية يعني وزارة الخارجية البريطالية لم نعطيها أي مستشار قانون هل مرت عليك مثلا هل أحد مرر لك مشورة قانونية قال لك فيها بأن الذي تقوم به إسرائيل مخالف للقانون الدولي؟ يرفض أن يجيب يعني بشكل وهو على شاشات التلفزيون ويشاهده الملايين ولا في أي درجة من الحياء لا في أي درجة من الخجل ما في أي درجة من يا أخي الواحد يعني آخر عفوا يعني أنا مرات أفكر أن هذا الحرامي عفوا والكاذب هاشاكم جميعا يعني لمن يكذب طيب هو ربما يجني ما يعني ما يريد أن يجنيه لكن بعدين بالليل يرجع البيت يرجع عند زوجته عند أولاده عند كذا يعني المخل شوي يستحي على نفسه يعني من يقول الأولاده لا تكذبوا يعني مو هسه ممكن يقول له يعني مو أنت كذبت على الدنيا أنت كله سويت مصايب يعني من أنت حتى تقول لنا لا تكذبوا فأنا أقول يعني الآن بسبب هذا التمايز وكأنما الجهة التي هي الجهة يعني المجرمة اللي هي مع الكيان الصهوني مع هذه الجرام التي ارتكب نزع الثوب الحياة لم تعود تستعم شوف صراحة وأثنع على ما قلت عليه وأكمل من ناحية أنا ما زلت أرجع إلى بعض العناوين الغربية خاصة الواشنطن بوست التي قالت إن هناك انتفاضة عالمية تحدث بسبب غزة الحقيقة أن هذه الانتفاضة ليست فقط انتفاضة شعبية بمعنى أننا شهدنا المظاهرات في العواصم الغربية والمدن الغربية كما لم نشهد حول أي قضية من قبل هذا صحيح ومثير أمس مثلا في أحد أكبر سانترانسيسكو أعتقد أكبر المدن الأمريكية يتخذ قرار في مجلس المدينة بوقف اطلاق النار طبعا هو قرار معنوي أخلاقي أكثر منه شيء آخر أن يقاطع بايدن بالطريقة التي يقاطع بها بلينكين بالطريقة التي يقاطع بها وزير الدفاع البعض ينسب إلى وزير الدفاع الأمريكي أنه ربما السرطان الذي أصابه هو من شدة الضغوطات الشهيدة والشديدة ونحن نعرف أن السرطان قد يأتي من هذا السترس الشديد هذا كل قوي لكن هناك انتفاضة وتمايز على مستويات متعددة جدا ظهر مؤثرون الآن لم يكن يعرفهم أحد لكن دافعوا على الحق فإذا بهم يملؤون الدنيا ويتحدثون بصدق خاصة على الموقع التواصل الاجتماعي في حين أن بعض كبار المؤثرين سقطوا إذا ذكرنا هذا مورغن على سبيل المثال هذا كل هم والمال ولكن من قبل أنا أتذكر موقف في العراق ولما كان على رأس ديلي ميرر صحيح ووقف موقف وساندنا في مظاهرة المليونين هم الذين شاشات الكبيرة التي أقاموها طول الطريق على سبيل المثال لكن غزة في الحقيقة لأن غزة تتعلق إنها تتعلق بكيان صنعه الغرب ليتخلص من المسألة اليهودية ثم أصبح هذا الكيان فوق القانون فوق الحقيقة فوق الإعلام فوق المنطق فوق الليبيرالية وهذه كلهم سيخسرون الليبيرالية الغربية سيكتب التاريخ أنا على يقين أن الليبيرالية الغربية وربما أيضا أحد أسباب الانهيار الأمريكي الذي نلحظ كثير مؤشرات له أن غزة لعبت دورا أساسيا فيه عندما يصبح الحزب الديمقراطي وهذا هو قلب الليبيرالية الغربية متناقض متسارع متخاصم ثلثين من شبابه ضد الموقف الرئيس قد يسقط بايدن في الانتخابات كثيرين يعتقدون أنه أسوأ رئيس في الخمسين سنة الأخيرة هذا كله مؤثر ومهم جدا وسيتوقف تاريخ طويلا حول غزة كواحدة من أخطر الأحداث العالمية في العصر الحديث هي لأنها كاشفة يعني هي غزة كشفت كل شيء وفي المجال الإعلامي اللي احنا نتكلم عنه الآن هي كشفت مدى كذب ادعاءات الإعلام الغربي بأنه إعلام يعتمد على الحقائق المصداقية والحقائق والشفافية يعني أنا كم نتكلم دائما عن المعايير وإحنا أصلا لما بنعمل عمل إعلامي هنا مثلا في بريطانيا لابد أن نلتزم بالمعايير معايير أوفكم تحري صحة المصدر والصدق فيما تقول لأنه لا يجوز تضليل الجمهور يعني واحدة من المعايير لا يجوز تضليل الجمهور ويمكن أن تحاسب إذا أنت نشرت معلومة أو أذعت معلومة يمكن أن يفهم منها أنها تضلل وهذه عليها غرامات وممكن سحب الرخصة وإلى آخره والإعلام الغربي بمجمله يضلل صحيح ويضلل منذ سنين مش جديد لكن جاءت غزة لتفتح أعين الناس في الغرب يمكن الناس في أماكن أخرى فهمين الموضوع وفهمين أنه بيتعاملوا مع منظومة استعمارية قديمة ولها مؤسسات راسخة ومنها المؤسسات الإعلامية لكن المواطن الغربي المواطن في لندن المواطن في بيرمينغم في مانشستر في باريس في برلين في واشنطن في نيويورك في سان فرانسيسكو يفتح الآن عينيه بسبب ما يجري في غزة على هذا الزور والبهتان والتزوير الذي تمارسه وسائل الإعلام في بلدانهم تذكرون في بداية المعركة العفو دكتور محمد تذكرون في بداية المعركة ربما في الأسبوع الأول خرج أحد المسؤولين الإسرائيليين وكان يهاجم الإعلام الغربي يقول لهم أنتم لا تفعلون بما فيه الكفاية أنتم تخدمون حماس حينما تبحثون عن المصداقية عندما تقولون الحقيقة عندما تبحثون عن الحقيقة فأنتم معنا تتخدمون حماس قالها لا أدري قالها بلها أم قالها عمدا رئيس مجارة السابق قالها تكبرا قالها تكبرا تكبرا ولكن ما يبدو الإعلام فعلا صالة فعلا يبدو أنه بعدين سار في هذا النهج أنه ما كدعي لا ندور على مصداقة ولا ندور على حقيقة أنا أتذكر مقولة لأحد أسادزة الإعلام يعني أكاديم في السودان فقال مرة أتكلم فقال لإخوان مهم التعريفات فالإعلام عنده هو ليس لعكس الحقائق وإنما لصنع الحقائق جميل فالعبارة رسخت في ذهني من وقتها كامل قبل أكثر من حوالي 30 سنة لكن الجانب الآخر أفتكري أن أغير الأشياء هو يعني دعنا نقول الفريق الإعلامي أو مجموعات من أصبح يتحدث في الإعلام الغربي مثلا عندنا هنا في الإعلام البريطاني مدافعين عن القضية الفلسطينية بصورة اختلفت عن الماضي يعني كثير من الناس مثلا يشيروا للسفير الفلسطيني أرسام زمنوت نعم والطريقة يعني لما انتشوف مقابلته مع إعلامية متمرسة في عملها لكن كانت برضو عدائية زي كريستيانا منبور بصورة متمكنة جدا ويعرف كيف يخاطب المتلقي الغربي مش المتلقي العربي المتعاطف والمسلم دي أنا أفتكلم برضو لعبة دور مهم جدا إنه ظهر جيل جديد بالذات الأجيال اللي نشأت هنا وتعرف كيف تخاطب مش بس اللغة المنطوقة وإنه حتى اللغة الجسدية التعابير والفهنية صحيح دي خلقت واقع جديد خاصة إنه نحن أمام سلطة الفرعون الذي يمشي عاريا فحتاج إلى طفل حتى يقول أنه هو يعني ده بالضبط بالمناسبة أنت ذكرتني الآن بالمقابل التي جرت قبل كم يوم مع مصطفى البرغوفي مع هذه جوليا في توك تيفي جوليا بروور يعني الحقيقة هذه يعني الناس يقول لك أوفكم خلال 24 ساعة تلقى أكثر 18 ألف شكوة هذه في يعني ربما ما صايرة في التالي إنسان سيء جدا حقيقة في إدارتها بس تخيل أنه هذه من المشاهير بس يتلاحظ أنه نحن تكلمنا عن سقوط كثير من المشاهير لكن هذه المعركة صنعت مشاهير جدد بالضبط من الذين أحسنوا إيصال الرسالة أو أحسنوا الرد على هؤلاء الذين يريدون أن يفتروا على الواقع بعضهم يدفع ثمن في الحقيقة بعضهم أغلقت حسابات طبعا صحيح وأيضا يتم التنمر عليهم بك ذكرتوني في بداية الحديث تذكرنا الرجل اليمني المتحدث اليمني بكل محمد الحوثي نعم وحقيقة أنه ردوده كانت هادئة هادئة برودة وحاسمة حاسمة ومزعجة أيضا عندما قال لها والأمريكي ساكن في الشقة لفوقه على ذكر الحوثيين الحقيقة أنهم بغض النظر على اعتبارات كثيرة إلا أنهم ظهروا في هذه المعركة كلاعب رئيسي بغض النظر على الموقف منهم قبل أن ندخل ندخل الستيديو هنا كانت وصلني أحد يقول فيها أن هل تعرف أن السفينة الأمريكية التي ضربها الحوثيين ماذا كانت تحمل حسب الإخبارية السعودية حسب الإعلام السعودي قال أنها كانت تحمل مصاحف وهذا هي طبعا تبدو نكتة وهي نكتة يعني مصاحف منين جاي من تايوان وكانها تبدو مصاحف طبعا هي نكتة لأن على الإعلام هذا الإعلام المدلس الإعلام المزور لأن عندما تسمع وأنا أحيانا أضطر حتى يكون عندي حكم موضوعي أن أستمع قليلا إلى العربية أو الحدث أو سكاي نيوز أو ما شابه وترى السموم والخبث للأسف والتجيل ذكرت مصطفى البرغوثي حدثت له مع هذه المرأة البريطانية لكن حدثت له أيضا مع حدث الصحفيين على الـ MBC بالضبط صحيح وجابوه مرتين صحيح مرة الأولى شعروا أنهم هزمهم فكأنهم عملوا مرة ثانية تذكر هزمهم هزيم كأنه ما كان يعني هو يعني يريد أن يدافع عن نفسه بأي شكل من الإشكال هذا المراسل فأنهزم مرة ثانية وانفعل وعصب وحتى قل لعدة ما نتقل لبس أدي أعصابك كانت هذه هذه ضيقتهم أكثر صحيح فهذا الإعلام المليء بالسموم انتشر وانتشر بقوة لأنهم في البدايات لا تنسوا الآن خفت هذا الموضوع أنها غزلت عنينا كانوا يقولون غزلت عنينا الترفيه موسم الترفيه اليوم تمر يمر شهرين ستين يوم أكثر من ستين يوم على ما يسمى بالقمة العربية الإسلامية التي قالت يجب إدخال المساعدات تحت أي من الشعار إلى آخره أين هي المساعدات اليوم صحيح أين هي المساعدات لكن غزة الفاضحة الكاشفة التي عرت المزيد والمزيد ولذلك ما بعد غزة لن يكون أبدا ما كان قبل الصور أنت من تقدير الله سبحانه وتعالى أنه توفرت في هذه الظروف البدائل التي كسرت الاحتكار يعني صور لو أننا ما زلنا عالة على وسائل الإعلام التقليدية لأن وسائل الإعلام البديلة غير موجودة ما سيحصل في الدنيا الآن وسائل الإعلام البديلة كسرت الاحتكار وأصبح فيها متنفس ولولا دفعون الله والناس بعد الله ما زلت الاحتكار والحرية كيف أنه في ناس لازم ما زلت الاحتكار تستطيع بمختلف الأسماء سواء كان بقانون أو أعراف دولية اللي ضع المنتصرون في الحروب وأنا جائز أزعي بعض الناس بكلامي لكن هي المزالة ظاهرة مستمرة عبر التاريخ يعني هو منهم أهل الإعلام سابقا يعني شعراء والشعراء يتبعون الله مع الاستثناء اللي يأتي في آخر إلا الذين نعم طمع فهي الظاهرة حظل موجودة يعني حظل موجودة بيتصورات وتمظهورات مختلفة عبر لكن كاننا نشعر أو نعيش أيضا سحرة فرعون اللي كانوا هم الناطق وسائل الأعلام وسائل الأعلام طمع داخل سحرة فرعون الانقلاب اللي وقع لهم كما نعرف كان انقلابا رهيبا لأنهم عارفوا الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هذا سحر الآن يسقط هذا في الإعلام يعني كين بعض أنواع سحرة فرعون يعني كين بعض الناس خاصة كما قلنا خارج الـ وخارج المينستريم يعني وهذا الشيء الجميل يعني شوف تيك توك كان مليئا بال بالأشياء السيئة كنا نحذر أولادنا من عدد والله أنا تكلمت مرتين على اللايب وقلت نحذر من تيك توك الآن يتغير أنا مرة من المرات أنا مرة من المرات أحد الزملاء كنا في اجتماع فنظر في تليفوني فشاف في تطبيق تيك توك قال لا أنت عندك تيك توك كيف يا دكتور هذا فيه ما فيه وهذا 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 اليوم الكل يبحث بشكل سريع أنه لازم ينزل تيك توك ولأنه لا يمارس رقابة وحصار كما يفعل كما تفعل بعض التطبيقات الأخرى أرباب التيك توك وعلى رأسهم حاكم الصين يريدون أن هذا إنهم أكبر مستفيدين إن أكبر شوف أكبر خمس مستفيدين في اعتقادي مما يحدث على درجات متفاوتة وبغض النظر على عاطفتهم الأول هو الصيني الذي يتحضر لمعركة كبرى حول طايوان وحول آسيا عموما والزعام العالمية الثاني هو بوتين الذي يخوض معركة ساخنة وهو يعود إلى أن الهجوم المضاد وأوكرانيا تعاني ومعاناة شديدة أم زيلنسكي كاد أن يبكي يقول لهم بدون مال سننهازم وبدون دعم أمريكي وغربي الثالث هو الكوريا الشمالية كوريا الشمالية الآن يرسل سواريخه ويتحدث ويتحدث عن العدلة العالمية والحقيقة أنا أحيانا أتابعهم الرابع هو الإيراني والنظام الإيراني الذي أيضا كانت تحت ضغط رهيب تحت التهديدات تحت فائدة به ويهدد هو وحلفاءه أو وكلاءه والخامس إلى حد ما هو أيضا الحاكم حاكم تركيا لا تنسى أن حاكم تركيا الآن يتقربون منه أول بلينكين الزيارة أول هذه الزيارة كان في إسطنبول ليلتقيهم ليبحث ماذا يمكن فعله بعد لغزة وتركيا تدخل تركيا في الخط خاصة أنهم شافوا أن تركيا لم تذهب ما كان متوقع منها من الرأي العام العربي والإسلامي فإذا بهم هؤلاء الخمسة في الحقيقة اللي الغرب بشكل أو بآخر يحاربهم أحيانا علنا وأحيانا سرا يستفيدونه وبقوة هذا من التدافع هذا من التدافع وشوف وشوف نحن نترى في معركة حي الشيخ جراح ظهر عندنا ناطقين باللغة الإنجليزية وبلهجات مثل عائلة الكرد مثلا على سبيل المثال فكانوا صوت جديد وصوت شاب وأثروا أثروا تأثيرا كبيرا حتى أنه في المعركة الإعلامية كدنا أن نقول أنه والله هذه كسبناها لكن الآن حقيقة أصوات كثيرة يعني ومن كل الأطياف وهذا أجمل ما فيه أنت تقابل حسام زملوت ولا تقابل مصطفى البرغوثي ولا تقابل حنان عشراوي ولا تقابل ويتكلمون بنفس النبرة بنفس الكلام وهو في نهاية المطاف الذي هو يملك الحقيقة ترى الأمر عنده سهل ما يحتاج فذلك ما يحتاج عقد ما يحتاج يعني هو يناور و يداول الحقيقة واضحة